نوصل لعزيزنا مولود القوس منقل له ما بيعلى عليك حظ طاقة إيجابية خطك سابتي شعبيتك فوق الريح ما في أجمل من هيك حظوظ وطاقة إيجابية الشمس وعطارت ببرج الميزان ده وحقيقي لك حظوظ السماء والأرض عندك أنت ضمن فترة زمنية من دهب حقيقي بحظوظك بتعقد سبحان الله كتلة حظوظ وأخبار طيبة بانتظارك على كافة المستويات رح يكون عندنا كمان البداية يومي السبت والأحد وجود الأمر إلى جانب الزهرة ببرج العقرب بيسبب لك بجو من الاستقرار بأثر عليك بشكل مباشر حاول أنك تتميلك أعصابك تحمي مصالحك ومعنوياتك من التراجع ما تضطرق لمواضيع حساسة بتتحسن الأوضاء لحظة وصول الأمر لبرجك يومين تنين والتلاتة يومين كتير حلوين تأثيرات ولا أحلى من هيك تطلع من هالغيم السوداء اللي كانت مسيطرة عليك وبتكون قدام الربح والمكاسب بتفرح باتصالات بانتصارات وحظوظ كبيرة فترة نارية مصدهرة بتصب بمصلحتك حتى تعيش مرحلة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي بتحملك الأفرح والنجاحات والانفتاح على ميادين جديدة بينتقى الأمر لبرج الجدي بين الأربعة والجمعة وبخليك تفكر صح بتتصرف صح بتلاقي لحالك نشيط متفائل ما عندك حدود لطاقتك كأن الحياة عم بتناديك حتى تتحرك حتى تطلع للضو بترتفع فيها فرص النجاح وبتقوم بخطوة مباركة وبتطلق إشارات إيجابية وبساعدك الوحي على الفيانين بأعمال إبداعية بتفرض أفكارك وبتتسلط الأضواء على كفائتك وبتظهر للآخرين بصورة مميزة ومعنويات مرتفعة وقدرات عالية على الانفتاح فترة مهمة جدا واسعة جدا هالأمر بخليك ينعكس على مختلف الأصعب بحياتك المهنية الاجتماعية وبتكون للشؤون المالية الأهمية الكبرى ألف مبروك حاول عزيزي القوس إنك تستفيد من الفرص الزهبية يلي بقدم لك إيها الفلك عاطفيا ممكن تبرؤ بها الأسبوع ببعض الخيبة والتراجع كمان بيسبب لك الزهرة من برج العقرب المواجه لبرجك بشوية عرقلة بشوية انقباض عاطفي أو تراجع بالمعنويات أو تراجع بالفرص العاطفية وبتكون أوضاعك الشخصية متأزمة معاكسك أما العازف ممكن يعيش بعض الأوهام أو يبتعد عن الواقع بسبب بعض المزاجية والمستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة أو التطرق إلى موضيع حساسة